لا ولم تختلف محافظة كاركوك عن بقية المحافظات العراقية فكاركوك تعاني من مشاكل كثيرة أبرزها قلة التعينات وشح الخدمات في قطاعات مختلفة في الوقت الذي تمتلك في المحافظة خيرات كثيرة ومتنوعة وتعتبر مصدر من مصادر الاقتصاد العراقي ونتيجة لوضعها الخاص والحساس لم يخرج أبناؤها في تظاهرات حتى اللحظة بالنسبة للمحافظة كاركوك عانت من الارهاب لمدة أكثر من ثلاث سنوات ويسبب سيطرة التنظيمات الارهابية على مناطق غرب كاركوك إضافة الحراك السياسي كان المتشنج بشكل قومي أعتقد أني بعد تحيير مناطق غرب كاركوك واستقرار الأوضاع الأمنية بشكل عام واستقرار الأوضاع حتى الاجتماعية أصبح المجتمع الكاركوكي بكل أطيافه لا يريد أن يخلق مشاكل جديدة ليس مع الحكومة الاتحادية ولا على مستوى الشارع الكاركوكلي أبناء محافظة كاركوك لماذا لم يخرجوا في تظاهرات كاركوك خليط من المكونات كل مكون يخشى أن عندما يدلي بدلوه سيتفاعل معه الجهة الأخرى عند ذلك سنذهب إلى ما لا يرحمد عقبا عندما يكون الفاسد عربي أو تركماني أو كردي من مدير من مسؤول عندما يتم التظاهر ضده يشعر المكون ذاك بأن التظاهر ضده ربما سيكون هناك ردود أفعال غير مدروسة هذا ما يخشاه أبناء كاركوك لسنا نحن من نقول لا تخرجوا في تظاهرات أبناء كاركوك هم مقتنعون بأن لا يخرجوا لأنه في كاركوك سيختلط الحابل بالنابل وفي قراءة للأوضاع التي مرت وتمر بها محافظة كاركوك منذ عام 2003 تتجسد وإن بشكل غير معلن تناقضات تعطي لكاركوك خصوصية تمنعها أو على أقل تقدير تجنبها نتائج قد تكون وخيمة في حال خروج أبنائها للتظاهر عدنان جاء فضايا التغيير كاركوك